صورة بقى عايزين صورة تشوفوها تانية ما هو صورة تفرق عن صورة نشوف الصورة اللي انا هكلمكو عليها الله مين ده ده الحج وجدي غنيم ينشر صورته أثناء مغادرته قطر يا جماعة مش في حاجة غريبة شوية في الصورة وهو يودع قطر هو ده في المطار ده مطار قطر ما فيش جنس مخلوق ما فيش تريخ ابن يومين في مطار قطر لواصل ولا مسافر ولا هم مفضين له المطار هو في ايه يا جماعة الصورة دي غريبة قوي ومريبة غريبة ومريبة ادي لي تليجراف النهاردة في لندن قالت ان لندن تضيق الخناق على الاخوان وتحد من انشطتهم نشرت صحيف ديلي تليجراف تحقيق قالت في انجلترا تتجه لفرد قيود على انشطة الاخوان في بريطانيا اضافة الى منع قيادتها من دخول البلاد القرار ده يأتي بعد صدور تقرير مراجعة انشطة الجماعة وعلاقتها بالمتطرفين في الشرق الاوسط ومناطق اخرى الصحيفة قالت نقلت عن مسؤولين اطلع على التقرير اللي وضعه السيد جون جينكنز سفير بريطانيا لدى السعودية ان هم قالوا التقرير سيصدر قبل نهاية العام وان التقرير لم يقترح حظر جماعة الاخوان في بريطانيا حتى الان مضيفا ان الحكومة تعتقد ان بعد انشطة الجماعة حكومة البريطانية بعد انشطة الجماعة ترقى الى ان تكون متواطئة مع الجماعات المسلحة والمتطرفة في الشرق الاوسط واماكن اخرى يعني فيه دلوقتي اه لا طب الحاج واجد رايح فيه شايل شانتته رايح فيه في المطار الفضي الهو وانه بتحطيه للمطار الهو اللي فيه حاج واجد اه يعني ايه ايه ده اه اه الشتات الدياسا بورا الاخوانية والشتات الاخواني حنراه وبيقال انه حيتم خروج هؤلاء الاخوان كلهم من قطر خلال شهر شهرين بكتير فيعني عايزين قطر اكيد حتودعهم يا طرح هتودعهم وهما هما مش عارفين راحين فين يعني فيه ناس رايحة سودان وفيه ناس رايحة ماليزيا ومش عارفة الحاج واجد رايح فين ويركب ايطر وبريطانيا شكلها كده مش ناوية تستقبل قوي يعني فاحنا بقى حنودعهم بطريقتنا ونقولهم مع السلامة مع السلامة يا ابو عم ميلة خارج قطر الحبيبة مع السلامة يا ابو عم ميلة مع السلامة يا ابو عم ميلة قررت ان توقي دعوتي خارج قطر قررت ان انقل دعوتي خارج قطر قررت ان انقل دعوتي خارج قطر وعلمك ستموني مهما نستموني تجالة الشر الدائرة للخلف ده ما قال للاستاذ الدكتور محمد فاتح يونس على موقع 24 بيصف الشتات الإخواني او كما وصفه الدياسبورة ليس جديدا فبعد الصدام النصري مع الجماعة زمان هرب قادة اعضاء الجماعة الى بلاد مختلفة سواء الى الخليج او اوروبا او امريكا هناك تمتعوا بالحماية وفرصة ايه بقى هبر وجمع الاموال نهب الاموال بناء على انهم يعيني مشتتين ولاجئين جمع اموال مما يسمح باعادة بناء التنظيم وما يستنين منتظرين العودة والامن والسراء بتاع الشتات ده اظهر نجوم نجوم اخوانيين زي يوسف ندا ذكرناه امس امبراطور بنك التقوى الذي قتن في سويسرا او مصطفى مشهور المناظر العسكري القائد للتنظيم الدولي فيما بعد اللحماه كرم الخليج من السجون والبحث في تاريخ الشتات الاخواني بيقود الى حقيقة غريبة جدا ان الجماعة لم يوضف اليها لا الامن ولا سراء اي تغيير زي ما هم اللي كانوا ايام عبدالناصر هم هم في الخليج ركزت الجماعة على قطاع التعليم اعضاء كتير منهم تسللوا للمناصب مكنتهم من استقطاب معلمين او مدرسين مصريين بينتموا للجماعة في دول الخليج عشان يكونوا شبكة تجنيد للنشأ عبر المدارس ده كان سبب فيما بعد في غرس نبتة اخوانية تبايع المرشد والجماعة على حساب مين على حساب الوطن الام زي ما هم دايرين كده قاعدين تحريد وتخريب وإفساد لعقول الناس على جزيرة وغيرها والخيانة العلني اللي بيمرسوها كل يوم نتيجتها يا حاج واجدي ان انتو شتات هتتشتتوا في انحاء الارض ده اللي يخون بلده ده اللي يحرط ضد بلده طبعا حصل صدام بعد كده وشعر بعض الدول المضيفة ليهم بمؤامرات مشروع لا يعترف بكانونة الدول انتو عاديين في دولة محترمة لا هم عايزين الخلافة فاكرين دولة الخرافة بتاعتهم مش دولة الخلافة الغرب لم يختلف الامر كثيرا الجماعة استفادت من حرية التعبير وحرية الرأي وتشكيل الجماعات الاهلية مثلا في امريكا وعملت وثيقة خطة الجماعة في امريكا الشمالية المكتوبة سنة كام 1991 وعملت فيها تفاصيل التأمر على المجتمعات الغربية يخشوا ويتوغلوا ويعودوا ويشتغلوا في اسدزة في الجماعات ويشتغلوا مدرسين ويشتغلوا مهندسين ويتوغلوا في المجتمع وفي المساجد بالتحديد ويجمعوا اموال من المسلمين المسلمين بقى مسلا في امريكا او في امريكا الشمالية بالذات المسلمين بيتبرعوا بقى للمؤسسات الاسلامية ويعملوا لنفسهم مؤتمر عام للجماعة سنة 87 ويكتبوا في الوثيقة السيطرة على مجتمعات امريكا الشمالية انطلاقا مما اسموه الرغبة في ازالة وهدم الحضارة المدنية الغربية من داخلها وتخريب بيوتها باديهم وايدي المؤمنين اللي هما معتبرين نفسهم مؤمنين ويتحججوا بالدين ده الدرس التاريخي الدائم لشتات الاخواني العالم ملك احنا ملكنا لينا واللي احنا كمان لجأنا له هو اول مغنم عندنا في الخمسينات وفي الستينات في القرن الماضي كما النهاردة لا تتغير اسباب الشتات كثيرة ومش هتصدقوا انه في مثلا في كتاب الشهير بتاع جيلس كيبل النبي والفرعون النبي والفرعون ان الصدامة التانية اللي كان بين الاخوانه عبد الناصر سنة 65 تصدقوا ان سبقوا اقتحام لقرية كرداسة بالمدرعات بعد حصار الاهالي لقسم الشرطة ومحاولة اخراج اخواني من الحبس كانت كرداسة في نهاية طريق قوافل بين مصر وليبيا وكان الاخوان بتدربوا في معسكرات في السحراء الغربية على استلاح والقتل والاقتحام وبعد ما حصل اقتحام للقرية والتنكيل بهم بدأت رحلة الشتات التانية للاخوان النهاردة بقى رحلة الشتات التالتة بنشهدها في ظرف مشابه بدأت من سنة في ظرف مشابه حيث قتل اخوان كرداسة دباطا وجنودا للشرطة واحرقوا القسم وكانوا وحوش في جريمة جريمة مسبحة حقيقية رفضوا منح الشهداء شربة ماء قبل الموت ودوهم شربة ميت نار إله يا رب تحرقوا ميت نار اللي مسكوا ميت نار دي ودوها لشهداءنا الأبرار إنها خماسية الشر قتل وإرهاب يعقبها هروب وتأمر ثم عودة الشتات وتبدأ العجلة في الدوران من جديد تالت حكمة بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان محمد بديع في المصر اليوم بتقول حصيلة أحكام بديع إعدام و67 سنة حصيلة إحكامه إعدام و67 سنة و34 قضية قيد التحقيق وحكمت المحكمة النهاردة بالسجن المؤبد 25 سنة تانية على مرشد جماعة الإخوان بمصر محمد بديع و14 آخرين من قيادات الجماعة عندنا أخبار كتيرة جدا النهاردة الحقيقة عايزة أقول لكم الخبر اللي بعده مرشي صرخ في المحكمة النهاردة وقال توقعت أن تعزيني المحكمة في وفاة والد زوجتي ولكن ما حصلش ما الراجل يعني القضي قال لك يعني البقاء لله في أول يوم هو أنت إيه حتشحت ولا تستجدي أن الناس تعزيك وإيه ما عندكش يعني ما فيش إحساس غلاسة غتاتة ما الراجل قال لك البقاء لله لا ترجمة نانسي قنقر